حلوة الأعياد حلوة قوي الأعياد لأنه فكرة العيد أصلا هي إيه؟ هي مكافأة على إنجاز أنت بتاخد مكافأة على إنجاز فكرة جميلة جدا جدا عظيمة من حقك تفرح وترتاح بعد إنجاز أنت كنت تستحق إنك تكافأ بعده رمضان إنجاز عظيم جدا خاصة للي استثمره استثمر أيامه الجميلة مشقة طبعا مال هو إنجاز عشان إيه؟ هو فيه حاجة بتيجي كده بالسهل إنجاز سهل لكن هو بيعدي برضو بسهولة جدا على ناس كتير بتكون عارفة هي تعمل إيه؟ إنجازنا بقى في إحساسنا أن النهاردة آخر أيام رمضان وأن بكرة العيد إحساس بأنه أتمينا اللي علينا الحمد لله وربنا قدرنا على الصيام والقيام وربنا قدرنا على إن إحنا نكون نواخدين خطوة إن إحنا نعلى في كل شيء في حسن الخلق في الإرادة في تحديد خططنا وأهدافنا في تعاملنا الأفضل مع بعض ما هي كان شهر مش صيام وبعده بترجع الدنيا مفروض أرجع بطاقة الصيام وإرادة الصيام لحياة أجمل شحنت طاقة كبيرة جوايا علشان الشهور اللي بعد كده أبقى مليان طاقة مظاهر العيدة عندنا بقت كلها صور تذكرية توثيق للحياة اليومية كل واحد فينا دلوقتي بقى مشغول يشاير إيه ويحط إيه ويصور إيه والركن أنه في بيته واللي جهزه للعيد حتى كتير من بعض التغييرات الحلوة والإبداعية في بيوتنا جات نتيجة صور السوشيال ميديا لأن أنا حاسس بأهمية الصورة فعايز أطأ أحلى صورة عشان أحطها على حسابي على أي شبكة من شبكات تواصل اجتماعي أي تطبيق كمان ظهور العيدة الإلكترونية كتير مننا بيبعت بقى إيه السنديق وروزا مكتر بقى ما هو خلاص ده النت شغال وتبعت عيدية لكل حبيبك وصحابك وكمان بقى الكومكس اللي ظهرت يا رب كفينا شر الكورونا ورزقنا عدية زي اللي في الكارتونة وكرتونة مليانة فلوس صور حلوة كتير جدا ناس بتستعيد ذكرياتها مع أسرها ناس بتستعيد ذكرياتها في أماكن بتحبها كل وقت له جماله كل وقت له جماله حتى ما بستعيد ذكرياتي بقول كانت جميلة جدا لأنها بقت ذكريات وفاضل منها الحلو لكن حاجات كتير قوي ما بنحسش بجمالها في وقتها لازم نعرف أنه كل وقت ليه جماله ومين اللي بيصنع جماله إحنا